السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مظلوم مكروب لا يكون امامه باب سوى اللجوء الى الله وهو جل وعلا من يسخر له من عباده من يسانده او يفتح له بابا من ابواب الخير تفتح فجأة امامه ليسترذى بها حقه فاعلم باركك الله ان المظلوم اذا رفع كفيه شاكيا باكيا متألما مغبونا فان دعاءه يكون من الادعي المستجابة التي اقصام الله تعالى ان ينصرها ولا يأخذك شك في هذا فوالله الذي لا اله غيره ان رفع المظلوم كفيه الى رب هذا الكون فلا ترد تلك الكفين فارغتين ابدا ولو بعد حين قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاتة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم ومن اقوى الاذعية التي تقسم ظهر الظالم وتشتت شمله وتعصف به شخصيا وتجعله مرعود متززل وتصيبه سبعة اجليال من نسله الحسبنة قوله حسبي الله ونعم الوكيل واعلم ان الشخص اللي يقول حسبي الله ونعم الوكيل فقط هو الشخص المومن الذي يتيقوه بان الله ناصره وترديد الحسبنة تجعل المظلوم مطمئن بان حقه لن يضعي حسبي الله ونعم الوكيل عنده يقين ان حقه لن يضيع ابدا ما دام له رب اسمه العدل فان ظلمك احدهم فاختر اي ليلة اي يوم اي ساعة باذن الله تعالى ومن الاجواد والافضل ان تكونها بعد منتصف الليل يقول حسبي الله ونعم الوكيل كررها 111 مرة بعدما تكررها وتنتهي من قراءتها اقرأ هذا الدعاء ثلاث مرات بعدما تقرأ الدعاء ثلاث مرات اعد القراءة 111 مرة حسبي الله ونعم الوكيل اقرأ 111 مرة واعد قراءة الدعاء مرة اخرى ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات فوالله انها بارود حارق ورمح خارق في من ظلمك واعتد عليك فلا يأخذك شك فقط اصلح نيتك وقم بها كما سطرت لك سترى من عجائب قدرة الله ما يبهرك ويدهيشك والدعاء المبارك هو كالثالث حسبي الله ونعم الوكيل في من اذانه اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بقذارتك وقوتك وجباروت قهرك الذي يهتز له العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني فاني استغت بك وبجباروتك وقهرينصرك اللهم انك لا ترضى الظلم لعبادك فلا تردني خائبا اللهم انك وعزتنا لا ترد للمظلوم دعاء ولا للسائل رجاء فانت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني اللهم انت ولي قلبي اذا ذاق اللهم انت حسبي في من ظلمني وقهرني فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرعوا بما اثوا اخذناهم بغتا فاذا هم بليسون هذا الدعاء قوي جدا ورائع جدا وله طاقة ربانية خطيرة جدا فقط قوم بالطريقة كما سطرت لك سطر عجبا باذن الله احبابي في الله لكي لا اطل عليكم اقول تقبلوا فائق محبتي وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة